السلام عليكم أحبائين تمنى تكونوا بخير في هذا الفيديو رح نشوفوا آخر أخبار التسجيلات الجامعية لباكالوريا 2024 فهذا الخبر لقد تم نقله من الصفحة الرسمية لقناة الشروق هذا هو موعد التسجيلات الجامعية والجديد تاع التسجيلات فكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري اليوم الأحد أن التسجيلات الجامعية الأولية 2025 ستنطلق يوم 23 جوليا الجاري وإلى غاية 27 من نفس الشهر وخلال عرضه لمستجدات المنشور الوزاري المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة الباكالوريا السنة الجامعية المقبلة أكد الوزير أن نتائج التوجيه ستكون يوم 6 أوت المقبل في حين سيكون على الطلاب الجدد دفع حقوق التسجيل خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 15 أوت المقبل وحقوق التسجيل يعني هي مبلغ رمزي جداً 200 دينار يعني 20 ألف أو 20 ميل فقط أكد بالداري أن استحداث دورة خاصة للطلبة في اللغة الإنجليزية تمتد لشهرين بدءاً من تاريخ 25 جوليا إلى غاية 25 سبتمبر للحصول على مستوى بي دو يمكنهم يمكنهم من مزاولة دراستهم الجامعية طبقاً لتوجيهات الجديدة والقاضية بالتدريس باللغة الإنجليزية بدلاً من الفرنسية إلى جانب استحداث 15 شهادة جامعية مزدوجة تمكن الطالب المتحصل على شهادة الباكالورية واحدة من التسجيل في تخصصين جامعيين يعني الآن عندكم الفرصة في أغلب التخصصات أنه تختاروا تخصصين في نفس الوقت يعني تقرأ دو سبيسياليتي هكذا باش كي تتخرج تتخرج بدو ديبلوم في نفس الوقت فإن شاء الله أنا رايح نوري لكم في فيديوهات أخرى بالديطاي كيفية التسجيل عبر المنصة أونلاين لأنه مهم جداً أنه أحياناً بعض التلاميذ يرتكبوا أخطاء فإن شاء الله في فيديو مقبل رايح نوري لكم بالتفصيل الموميل كيفية التسجيل وكيفية الدخول إلى المنصة وكيفية المعلومات إلى غير ذلك نتمنى هذه المعلومات يكونوا فادوكم ربي نجحكم أحبائي وربي معكم والسلام عليكم شكراً لكم